على سلامتكم ومرحبا بكم في هاد الفيديو الجديد قبل ما مدى في الموضوع تاليوم ما ننساش نرحب بلزابوني جديد ونقول لهم مرحبا بكم في وسطنا وبيانسور اللي راوي شوف هاد الفيديو ومازال ما نشي بابوني ما ننسانيش بابوني دي اللايك وكمل لا فيديو من البكري كانت حكايات على فئة الناس داوي الاحتياجات الخاصة داوي الهيمم أو معمرة بالظلم والإهمال في المجتمعات وخاصة مجتمعنا كانوا عندهم تحديات ومشاكل بزاف باش يدوا حقهم في الرعاية الصحية يعني لابخيزان شارج حتى باش يلحقوا للتعليم ويشاركوا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية كانت حياتهم معمرة بالعقبات والتمييز يعني ومع هادا ما كانش الناس يتحركوا بسرعة كافية باش يتحقق التغيير بالصح مع الجهود والصبر والإصرار بدأت أصوات فئة داوي الاحتياجات الخاصة تلحق بقوة كبيرة في المجتمعات في العالم كامل بدأوا يطالبوا بحقوقهم المشروعة ويتحدى والتحديات بإرادة قوية اليوم العالمي لداوي الاحتياجات الخاصة هو يوم متخصص للتوعية أي والتفاعل مع قضايا الناس من فئة داوي الاحتياجات الخاصة في كامل العالم يحتفلوا به في 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم مخصص باش كامل يفهموا التحديات والصعوبات لتواجهها هاد الفئة ودعمهم في مجتمعاتهم يسمح اليوم العالمي لداوي الهيمم فرصة باش يوجهوا ولا يلفتوا الانتباه تحديات متنوعة هاد الفئة من الناس تقدر تكون في مجالات الصحة التعليم للعمل والاجتماع ويدعو الناس باش يتبناوا سياسات وبرامج ليتشجع باش تساوي بين الناس وتسمح لهم باش يندامجوا مع المجتمع في عام 1992 قررت الأمم المتحدة تأسيس اليوم العالمي لداوي الاحتياجات الخاصة اختاروا 3 ديسمبر تاريخ رسمي للاحتفال بهذا اليوم ومن هذك الوقت بفضل هاد الجهد والاجتهاد الجماعي بدأت تبان التغييرات الإيجابية في بزاف من البلدان هذا اللي زاد الأمل في مستقبل يكون فيه مساواة والاحترام لكامل أفراد المجتمع وهكذا بلا يوم العالمي لداوي الاحتياجات الخاصة ميضل تحتها يجتمعوا فيه الناس من مختلف البلدان والثقافات باش يعبروا على تضامنهم والدعم ديالهم لهذا الفئة القيمة من المجتمع كاين بزاف من الشخصيات المهمة اللي أثرت بشكل كبير في حياة داوي الاحتياجات الخاصة وساهمت باش تمدوا لزيد حقوقهم وتوفير الفرص المناسبة لهم وهذا بعض الشخصيات المهمة في هذا المجال كانت إيلان كيلر اللي زادت عام 1880 عمية وصمة أي سود أميات من اللي كانت صغيرة ومع هذا بفضل جهودها الشخصية ودعم المعلمة ديالها آن سوليفان تعلمت إيلان كيلر القراءة والكتابة وحقت بزاف من الإنجازات وولت ناشطة اجتماعية ومؤلفة معروفة وكانت إيلان رمز للإرادة والتحدي أي السيمبول pour la volonté et le défi ستيفان هاوكين الفيزيائي البريطاني المشهور اللي عاش من عام 1942 حتى العام 2018 بالرغم من إصابته بمارة تصلب الجانب الزموري أي ALS كمل أدار الثورة في مجال الفيزياء النظرية ولا واحد من كبار العقول العلمية في التاريخ تيم بيرنرزلي مختارع الواب اللي زاد عام 1955 هو واحد من أبرز شخصيات اللي ساهمت أي اللي كانت سبا باش يكون العسر الرقمي بتاع دركا أي la generación numerique actual وهذا بالرغم أنه كان مريض بمتلازمة أصفر اللون قدر يطور نظام الواب وهو في 30ات من عمره وهذا اللي دار تحويل جذري في طريقة تفاعلنا مع المعلومات والاتصالات جودي دانش الممثلة البريطانية الموهوبة لزادة عام 1934 تعتبر جودي رمز للقدرة على تحقيق نجاح رغم التحديات مثلت جودي دانش بزاف من الأدوار المهمة في السينما والمسرح على سنوات وتحصلت على بزاف من الجوائز العالمية الممثلة الأمريكية الصماء أي لربحت جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عام 1987 وين لعبت في فيلم طفلة صغيرة وهي أول ممثلة الصماء تربح جائزة الأوسكار دارت مجهودات كبيرة باش تنشر الوعي بالتحديات الصم وتعزز من تقبل المجتمع لهذه الفئة وكامل هات الشخصيات المهمة هما في أقليلة لمدت وأثرت في حياة فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع بشكل عام تبين القصص ديالهم والحكاياتهم على قوة الإيرادة والقدرة على التحدي وتسلط الضوء على قدرة الإنسان باش يحقق النجاح رغم كامل العقوبات ولا الصعوبات ليقدر يواجهها في حياته اليومية هذا كامل يلخص أنه مهما كانت إعاقة الإنسان ولا المرض دياله هذا كامل عمره مرايح يكون حاجز باش ينقص من قدراته وإيراته اليوم العالمي ذي ذوي الإحتياجات الخاصة تخلينا نذكره دور ديالنا كفرد من المجتمع باش نزيده بالمساواة ونضامنه مع هذة الفئة القيمة من المجتمع نتحده معهم جهودنا باش نبدو عالم يتوسع للكامل الناس باش هكدا بيتمتع للكل فرصة مساواة للمشاركة والإزدهار بهذا نكون ورحقنا لأخير بتح هاد الفيديو يلا عجبتكم هاد الفيديو يلا عجبتكم هاد الفيديو تنسانيش باللايك وخاصة أنا شخصيا عمري ما كنت حاب نقول بلي هاد الإنسان معوق داوي الإحتياجات الخاصة ولا داوي الهيمم ولا حتى أنديكابي لأنه واحد فينا مع لباله الغدوة دياله واش يكون فيه بهذا نقول لكم اتهى الله في بعضاكم سلام